وفي إطار الهجمات الإلكترونية التي ضربت آلاف المؤسسات حول العالم أكدت للدار العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أكدت أن الفيروس الإلكتروني يكون على شكل بريد إلكتروني غير موثوق المصدر يحتوي على مرفقات بصيغة PDF أو برامج أو روابط مبرمجة بشكل تقوم بإلحاق الضرر وتشفير البيانات الخاصة بالمستخدم وفور فتح الرابط المرفق يعطى المخترق كامل الصلاحيات للتحكم بجهاز الضحية حيث يقوم بعدها بطلب مبالغ مادية لقاء فك هذا التشفير وحذرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني جميع المستخدمين بتوخي الحذر وبعدم تصفح المواقع المشبوهة أو فتح أي روابط مجهولة المصدر منويهة إلى أنه على كل من اشتبه بوجود مثل هذه الحالة سرعة التبليغ عبر الخط الساخن للإدارة بالاتصال بالرقم 992 ترجمة نانسي قنقر